النايب محمد ابو لانيل حاضر 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 كله هيتكلم اسماكم كلها مكتوبة تفضل شكرا سيد الرئيس الحقيقة هذا القانون المعروض يمكن انجاز كبير بيضم الى سلسلة الانجازات اللي مجلسكم البقية تفضل بيها واللي يجب كل واحد فيه يكون فخور بحجم الانجازات اللي تمت عبر الاربع سنوات الماضية فانا الحقيقة بهني الجميع بعد التلاعي على كل اللي انت عملته ومن قلبي بقول لكم انتوا عملتوا انجاز تاريخي ان شاء الله يسجل لكم التاريخ بأحرف من ذهب الى كل هذه الانجازات هذا القانون يمكن اخر محلسين دلوقتي تكلم في صلب الموضوع احنا كنا عندنا تأرير البنك الدولي لما اتكلم قال لك عشرين خطوة في مية تلاتة وسبعين يوم عشان تكون ترقيص ده عنوان سيئ جدا النهاردة الدولة بترسم رؤى مستقبل جديد بتكلم عن التخليط العمراني المتحضر بتكلم عن الاحوازة العمرانية بعد الدراسة وفلسفة القانون المعروض النهاردة ده بيقول ان فيه هيئة علية للتخليط العمراني حتى تخطط وحنفوض بعض الجهات الأخرى الإدارية في مكان الإدارة عشان هو خطط نفسه احتراما لخصوصية القرية والنجع على مستوى الصغير الحقيقة ده تعديل جديد القضية حسمت بكلمة واحدة هي التفعيل للشباك الواحد الشباك الواحد النهاردة بقى مفاعل اننا بقدم على الترخيص باخده بحد أقصى 30 يوم لما كانت قبل كده نحن كنا نبدو قعد نجري ونروح ونجري ونروح وقول لك قطع المدة ونبدأ من قوله جديد قصة كانت مرهقة جدا الحقيقة ده إنجاز اذا حسم وحسمت معه عملية الميكان الحديثة التكنولوجية التكنولوجية لإدارته هو ده بيت القصيدة النهاردة والمديرين أو العاملين اللي حنفزوا هذا القانون ده الحقيقة قصة قصة مهمة جدا يجب يعني أخذها في الاعتبار القضايا بصفة عامة في مصر النهاردة يا فندم في حتة التقصصية النهاردة القانون بيقول لك الأحوزة العمرانية ده جهاز معين المناطق الصناعية هتقوم بها الإدارة الخاصة بالتنمية الصناعية الزراعية تقوم بها التنمية الزراعية الصيحية تقوم بها التنمية الصيحية والتقصص ده كويس لأنه النهاردة فكر المشكلة بالتقصصات اللي منها تقدر كل واحد متقصص يقدر يبدع فيها ساعتك في أول مطلع في الجلسة قلت كلمة مهمة جدا قلت التجربة نفسها لو يددنا نعميمها عن طريق متخصصين من الخبراء الفلسفة دي فندي في غاية الأهمية لأنه لو أنا بعدت النهاردة أنا بخلق التنفسية الجديدة بخلق التنفسية عشان إخراج الإبداع من كل المستشارين مصر لما يكون عندي مستشارين كلهم وكلمة مستشار ده معناه أنه عدى عليه خمستاشر سنة عشان يبقى مستشار في الهنداز ده معناه أنه عنده خبرة لو أنا خلقت التنفسية بين كل الأماكن دي كلها في ربوع مصر كلابل في التنفسية هتبدع وهيبدأ الإبداع واضح وشوفنا النهاردة الإبداع واضح جدا في كل المخططات العمرانية الجديدة الحقيقة الخروج من الواضي الضيق وفلسفة الحكومة اللي طلعت من 6% عبر 7000 سنة ورسمت خطر المستقبل عشان توصل إلى 12% خلال 30 سنة جاية ده إنجاز تاريخي ضخم بكل ما تحمل هذه الكلمة الحقيقة فلسفة الإنجاز ده يدعونا النهاردة على الموافقة بحيث المبدأ على هذا القانون وإذا كان في بعض المتعلقات في حاجات تانية أخرى مثل موضوع التكاليف الذي نتعرضنا لها مثل حكاية إنسانية المكان إنسانية المكان حتى في التخطيط الداخلي للشؤاء عشان نزوي الاحتجالات الخاصة اتراعز في القانون تأمين المواطن وحياته في الأسنسرات وغير الأسنسرات اتراعز في القانون الحقيقة في مجموعة كبيرة جدا يمكن الحضاق وقرطوها والزمر التعرض لها لا أستطيع قرارها لكن القانون له فلسفة جديدة القانون له فكري جديد وأنا أرجو الموافقة على حسن المبدأ وإذا كان في أي متعلقات تخص بعض المواد ممكن نحن نكالفها بعد كده شكرا